الرئيس الروسي فلدمير بوتين خلال الساعات القليلة الماضية أطلق مجموعة من التصريحات المهمة جدا التصريحات ديت كشفت السطار عن المخططات التي تدبر ضد روسيا من أجل تفجير الوضع الداخلي جواها وأن هناك محاولات دقوبة ومستمرة جدا من أجل إثارة الفتنة جوا المجتمع الروسي بما يؤدي في النهاية لحالة فوضى وضمار وخراب وكشف السطار عن أن المخططات التي تم تدبرها ضد روسيا هي نفس المخططات التي تم تدبرها في مواجهة الدول العربية في مراحل سابقة وفي عقود سابقة اللي هي بتاعة 2011 والتخريب والتدمير ومحاولة إثارة الفوضى والفتنة الطائفية في قلب المنطقة العربية بتحاول نفس الأطراف أن هي تكررها في قلب روسيا لكن فلادمر بوتين أكد لن نسمح بذلك وقلب الحرف الواحد أن محاولات تفجير الوضع في روسيا مش ممكن أن هو يتم وعما قريب هنوصل لكل الأطراف اللي ارتكبت العمليات الإرهابية الأخيرة ولحظتها سوف نعاقب الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر التصرحات بتاعة الرئيس فلادمر بوتين أطلقها خلال اجتماع مع قيادات وزارة الداخلية الروسية الرجل يتكلم بكل أريحية ودق أجراس الخطر بخصوص المخططات اللي بتحاك ضد روسيا طبيعي أن ظابط مخابرات محترف جدا طبيعي أن هو هيكون عنده مخابرات على أكفأ ما يكون المخابرات الروسية كشفت السطار عن نوعية المؤامرات اللي بدأت بعض الدول تنفذها ضد روسيا صورة تبقى الأصل من اللي نفذوها قبل كده سنة 2011 في قلب المنطقة العربية نفس السيناريو نفس المخططات نفس المؤامرات الهبلة هو ده اللي قاله فلادمير بوتين فلادمير بوتين قال التهديدات الداخلية والخارجية لروسيا مرتبطة ببعضيها وقال أن روسيا هتوصل لكل العملاء والمستفدين من الهجوم الإرهابي اللي حصل مؤخرا في موسكو وقال في هذه البيئة اللي بتحاك فيها المؤامرات والمخططات ومحاولات إثارة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية في هذه البيئة لا يوجد وكلاء موثوق بهم يفعلون كل شيء مقابل المال ولا يسترشدون بأي اعتبارات دينية أو سياسية فقط عندهم مصالحهم عندهم الاعتبارات المادية في المقام الأول كل شيء بالنسبة لهم سهل أنه هو يتباع أي معلومات يقدروا أنهما يشتروها ويبعوها من المهم بالنسبة لهذه الأطراف أن نحدد ليس فقط مرتكب هذه الجريمة المباشرين بل أيضا كل حلقات سلسلة المجرمين المستفيدين النهائيين من هذه الجريمة وهنوصل لهم مش أنك أنت تقدر توصل فقط لغير للفاعل لا كل المرتبطين بكل الأطراف الذين تورطوا في ارتكاب مثل هذه الأحداث في قلب روسيا هنجيبهم ثم وجه التعليمات بتاعته لرجال الأمن وقال على رجال الأمن مش مجرد أنهما يواجهوا المجرمين فقط لغير بل يواجهوا أيضا فصائل التخريب المعادية اللي بتحاول من بين أمور أخرى أن هي تستخدم قنوات الجماعات الإرهابية طويلة الأمد وحذر من استخدام الهجوم الإرهابي في موسكو لإثارة الفتنة الوطنية وغيرها من أشكال العنصرية في البلاد يعني خلي بالكم يا شعب روسيا بيش داعي أن يتم استثمار الحادث بتاع كروكس اللي هو في صالة الموسيقى اللي حصل ده يتم استثماره من أجل إثارة الفتنة الطائفية ويقول لك سليدي تنظيمات إسلامية وبناء عليه لابد من أن ننتقم من المسلمين لا شفت روعة الراجل يعني ما استثمرش المسألة دية عشان اضطهاد المسلمين بل بالعكس حافظ عليهم وعلى كيانهم وحافظ على احترام الجميع ليهم ففيش داعي أن حد يستثمر ذلك الذي حدث لأن اللي حدث ده قالك إيه تنظيم داعش الإسلامي والله مجموعة مرتزقة أنت مستأجرهم وتقول عليهم تنظيمات إسلامية ما هي علاقة أساسا الإسلام بها وأولاق؟ دول مجرد مرتزقة أجانب ففلادمر بوتين بيقول إيه؟ ففيش داعي أن احنا نستثمر الجزئية ديت من أجل إثارة الفتنة الطائفية ودعا للاهتمام بمكافحة التطرف ووقف الهجرة غير الشرعية لروسيا ودعا بوتين إلى إدخال تغييرات جزرية على سياسات الهجرة ومنح الجنسية الروسية وشدد على ضرورة ضمان مصالح وأمن الدولة والمجتمع حفاظا على السلام ما بين القوميات وبعضها عمري ما شفت رئيس دولة بيقول نفس اللي بيقوله فلادمر بوتين ده على الرغم من أن روسيا تأثرت كثيرا بالحادث الإرهابي الأخير اللي هما لزقوه في تنظيم داعش واعتراف تنظيم داعش أنه هو مسؤول عن هذا الحادث إلا أن فلادمر بوتين بيطلب من الجميع احترام جميع القوميات والديانات وعدم استغلال هذا الحادث من أجل إثارة الفتنة الطائفية بين الروس وبين المسلمين ولفت بوتين إلى أن الهدف الرئيسي للناس اللي نفذت الجريمة بتاعة مسكودية زرع الفتنة والزعر والكراهية في قلب روسيا وتقسيم روسيا من الداخل عشان كده مش مفروض أن نسمح لأي قوة تحت أي ظرف من الظروف بالقيام بذلك ثم قال ودي رسالة للجميع أن روسيا هتوصل لكل المتهمين المستفيدين والعملاء من الهجوم الإرهابي اللي وقع في كروكس وبشأن المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا قال فلادمر بوتين أن أكثر من ثلاثة واثنين من عشر مليون من سكان تلك المناطق حصلوا على جوازات صفر روسية طبعا خبر جميل جدا المناطق اللي تم دمها حديثا اللي هي لوجانسك دونتسك زاباروجيا خيرسون جزء كبير جدا منهم أخذ جوازات صفر روسية خلاص أصبحوا جزء من روسيا طبعا الخبر رائع جدا بيكشف الصطار عن أن روسيا نجحت في أن هي تسيطر على الوضع على أفضل ما يكون فلادمر بوتين التهديدات الداخلية ترتبط بالخارجية وسوف نصل إلى جميع المشاركين في عملية كروكوس بوتين يحدد المبدأ الأساسي في سياسة الهجرة إلى روسيا التصرحات اللي أطلقها فلادمر بوتين طبعا بالأمس بتكشف الصطار عن أن روسيا بحقق انتصار على أفضل ما يكون جوازات الصفر راحت لكل المناطق اللي هي انضمت حديثا لروسيا بما يؤكد أن روسيا سيطرت على الوضع بشكل غير مسبوق وأن الوضع في شرق أوكرانيا خلاص أصبح جزء من روسيا وأصبحت لوجانسك والدونتسك وخيرسون وزاباروجيا فزء من الأراضي الروسية ونجح فلادمر بوتين في أنه هو يحقق الهدف الأساسي بتاعه وهو تأمين حدود روسيا حقق الانتصار الكبير بشكل غير عادي كل دول الناتو بتتفرج على الوضع في قلب أوكرانيا للوقت ترجمة نانسي قنقر